بسم الله وكفاء والحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى مرحبا بكم طلابي وطالباتي في درس جديد في مادة الرياضيات لطلاب وطالبات الصف الثالث المرحلة المتوسطة درس اليوم إضافة لدرس الفات تعالوا مع بعض نشوف المسائل اللفظية قال لي زاويتان متتامتان سين وساط غياس إحداهما يزيد عن غياس الأخرى بمقدار خمسين جيد غياس كل من الزاويتين برضو أدانا زاويتان متتامتان سين وساط غياس إحداهما يغل عن غياس الأخرى بمقدار خمسين جيد غياس كل من الزاويتين إذن المثال واحد لكن يختلف المثال الأول عن الثاني في كلمة يزيد في المثال الأول يزيد في المثال الثاني يغل نحن مع بعض دارين نعرف ندعامل مع الكلمتين تلكيف طيب تعالوا مع بعض نحلب الخطوات طالما الزاويتان متتامتان إذن مجموعهما تسعين درجة إذن هنقول الزاوية الأولى سين زائد الزاويتان يصاط الناتج هي ساوي تسعين درجة أسمي لي المعادلة دي واحد إذن الزاويتان هما سين وصاط لما نجمع الناتج هي ساوي تسعين المعادلة دي نتفق علي في هذه المسألة قال غياس إحداهما يزيد عن غياس الأخرى بمقدار خمسين طيب لو فرضنا الزاوية الزايدة عن الأخرى هي سين معنى الزاوية الثانية هي أكيد صاب معنى السين أكبر من الصاب بمقدار كم؟ بمقدار خمسين نحن دارين نكون معادلة لا دارين مفهوم أكبر من ولا دارين مفهوم أصغر من دارين علاقة التساوي طيب طالما السين أكبر من الصاب بمقدار خمسين معنى السين دي هتساوي لي صاب متين الصاب لما أضف لي يا دوب خمسين السين في الحالة دي هتساوي لي صاب زائد خمسين يعني الصاب لما نزيدنا لها الخمسين يا دوب ساوت لي السين ليه؟ لأنه السين كانت زايدة عن الصاب بمقدار خمسين إذا الصاب أقل من السين عشان تساوي السين لازم أضيف لي الخمسين تعال جيب الصاب في الطرف الأيمن ها تمشي بالسالب إذن المعادلة هتكون سين ناق الصاب تساوي خمسين وسمي لي المعادلة اتنين إذن كده عرفنا كيف جيبنا المعادلة ثين ناق الصاب تساوي خمسين إذن السين تكبر عن الصاب بمقدار خمسين كده عرفنا الخطوات تعالوا نكتب المعادلة الأولى تحيط المعادلة الثانية ونحلها بطريقة الحسف بالجمع المعادلة الثانية هتكون سين ناق الصاب هتساوي خمسين وسمي لي المعادلة اتنين بالجمع موجب صاب مع سالب صاب انتهت سين زائد سين اتنين سين هتساوي تسعين زائد خمسين أي مية واربعين أكسم على اتنين أكسم على اتنين إذن السين بالساوي السبعين نعوض غيمة السين بالساوي سبعين في المعادلة الأولى وهي سين زائد صاب هتساوي تسعين شيل السين براء خذ غيمة السبعين ضيف الصات الكلام ده بساوي تسعين إذن الصات هتساوي تسعين ناقل سبعين إذن الصات هتساوي لينا عشرين إذن بالفعل في زاوية تكبر عن أختها بمقدار خمسين وهي الزاوية سين لاحسين سبعين صات عشرين العشرين دي لما نضيف لها يا دوب خمسين هتتساوي لي السين تعال بنفس المفهوم نشوف المسألة دي زاويتان متتامتان سين صاب غياس إحداهما يغل عن غياس الأخرى بمقدار خمسين جد غياس كل من الزاويتين نحن متفقين إن الزاويتان المتتامتان مجموع تسعين درجة أي سين زايت صاب بالساوي تسعين أسمي المعاتلة واحد تعال الجزء الأهم قال غياس إحداهما يغل عن غياس الأخرى بمقدار خمسين لو فرضنا الزاوية البدغل عن الأخرى سين معنا سين بدغل عن صاب قلنا دارين استبعد مفهوم يغل ومفهوم يزيد بعلاقة التساوي طيب السين دي أقل من الصاب بمقدار خمسين طيب السين عشان تساوي الصاب لازم أضيف ليه كم؟ لازم أضيف ليه الخمسين إذن السين زايد الخمسين يادوب هتساوي ليه الصاب إذن هنقول سين جيب الصاب في الطرف الأيمن هاتي بسالب ودي الخمسين للطرف الأيسر هاتمشي أيضا بالسالب إذن سين ناقصات هتساوي سالب خمسين ودي المعادلة التانية إذن لما نلقى كلمة يغل ممكن نكتب سين ناقصات بالساوي سالب خمسين إذن هنا هتكون خمسين بالموجب لكن في يغل هتكون خمسين بالسالب إذن المعادلة التانية هتكون سين ناقصات هتساوي سالب خمسين لأنه هنا عندنا يقل سمية المعادلة اتنين أجمع موجب صاب مع سالب صاب انتهت سين زايد سين الناتج اتنين سين تساوي تسعين زايد سالب خمسين الناتج موجب اربعين أكسم على اتنين أكسم على اتنين إذن سين بالساوي عشرين عوض غيمة سين في المعادلة الأولى وهي سين زايد صاب تساوي تسعين شيل السين بر خد غيمته ضيف الصاب الكلام ده بساوي تسعين إذن الصاب هتساوي التسعين ناقص العشرين إذن الصاب هتساوي السبعين إذن بالفعل الزاوية سين بضغل عن الزاوية الأخرى صاب بمقدار خمسين درجة لأنه سين عشرين وصاب سبعين تعالوا نشوف المسألة الثالثة زاويتان متتامتان سين وصاب غياس إحداهما ضحف غياس الأخرى جد غياس كل من الزاويتين بنفس الطريقة نقول سين زايد صاب تساوي تسعين درجة سمية المعادلة واحد طالما دي المعادلة واحد متفقين عليها نمشي نشوف المعادلة الثانية الزاويتان المتتامتان ديل قال غياس إحداهما ضحف غياس الأخرى يعني الزاوية المقصودة لو كانت سين سين قال ضحف غياس الأخرى يعني سين هتساوي لي صاط زائد صاط وصاط زائد صاط اثنين صاط إذن غياس الزاوية سين هو يساوي ضحف غياس الزاوية صاط سمي لي المعادلة دي اثنين ممكن نعوض غيمة سين في المعادلة واحد نحصل على المجهور صاط إذن نقول له بطعويض غيمة سين في المعادلة واحد نحصل على اكتب المعادلة واحد كما هي سين زائد صاط تساوي تسعين شيل السين برخد بدلا اثنين صاط ضيف الصاط الكلام ده بساوي تسعين إثنين صات زائد صات تلاتة صات إذن الثلاثة صات هتساوي تسعين أكسم على الثلاثة إذن صات هتساوي تسعين على ثلاثة الناتج تلاتين إذن غيمة الزاوية صات تساوي تلاتين عشان نعرف غيمة الزاوية سين نعوض غيمة صات في المعادلة إثنين إذن سين هتساوي لي إثنين في غيمة صات تلاتين أي هتساوي ستين إذن بالفعل في زاوية غياس ضحف غياس الزاوية الأخرى وهي الزاوية سين سين غياس ستين والستين ضحف غياس الزاوية الأخرى صات لأن صات غياسها الثلاثين لاحظ لو جمعنا غيمة سين زائد صات الناتج تسعين بتمنى الفكرة تكون وضحط في هذه المسائل لا تنسوا الاشتراك في الغناء وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ومفيد ختاما تعلم فليس المرء يولد عالما أستاذ الطاهر فيزياء رياضيات ترجمة نانسي قنقر